السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي قناة تاريخ في هيبر أرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد نستكمل معكم ما بدأناه في هذه السلسلة قصة التتار من البداية إلى النهاية وكنا انتهينا في حلقات سابقة إلى أن التتار قد وصلوا من الصين إلى كازيخستان ثم أزباكستان ثم تركومينستان ثم أفغانستان ثم إيران ثم أذربيجان ثم أرمينيا ثم جورجيا وقد اقتربوا جدا من العراق كل هذا في سنة واحدة وهي سنة 617 هجرية ودخلت سنة 618 هجرية عاد التتار إلى إقليم أذربيجان المسلم من جديد ودخلوا مدينة مراغا المسلمة وقد كانت امرأة ترأس هذه المدينة ولا ندري لماذا أعطى المسلمون زمامهم لامرأة وخاصة في هذا التوقيت الحساس إلا إذا كانت البلاد قد عادمت الرجال الذين يصلحون للقيادة حاصر التتار مراغا ونصبوا حولها المجانيق وأخذوا يضربون المدينة من كل مكان فخرج أهلها للقتال فإذا بالتتار يدفعون بالأسهر المسلمين الذين أتوا بهم من بلاد متعددة ليقاتلوا عنهم والتتار يحتمون بهم ومن تأخر من الأسهر عن القتال قتل فبدأ الأسهر المسلمون يقاتلون إخوانهم المسلمون في مراغا طمعا في قليل من الحياة وسبحان الله إن كان الموت لا محال آت فلماذا تقتل إخوانك قبل أن تقتل ولو انقلب الأسهر على التتار حمية لإخوانهم في مراغا لكان في ذلك فرصة النجاح لبعض المسلمين ولكن ضاعت المفاهيم وعمية الأبصار دخلت تتار مدينة مراغا المسلمة في أربع صفر سنة 618 هجرية وضعوا السيف في أهلها فقتل منهم ما يخرج عن الحد والإحصاء ونهبوا كل ما صالح لهم وكل ما استطاعوا حمله أمام كانوا يعجزون عن حمله فكانوا يحرقونه كله ولقد كانوا يأتون بالحرير الثمين كأمثال التلال فيضرمون فيه النار ويذكر ابن الأثير رحمه الله أن المرأة من التتار كانت تدخل الدار فتقتل جماعة من أهلها وذكر أيضا أنه قد سمع بنفسه من بعض أهل مراغا أن رجلا من التتار دخل ضربا فيه مئة رجل مسلم فما زال يقاتلهم واحدا واحدا حتى أفناهم ولم يمد أحد يده إليه بالسوء ضربت الذل على الناس فلا يدفعون على أنفسهم قليلا ولا كثيرا ونعوذ بالله من الخذلان وبدأ التتار يفكرون في غزو مدينة أربيل في شمال العراق ودب الرعب في مدينة أربيل وكذلك في مدينة الموصل في غرب أربيل وفكر بعض أهلها في الجلاء عنها للهروب من طريق التتار وخشي الخليفة العباسية الناصر لدين الله أن يعدل التتار عن مدينة أربيل لطبيعتها الجبلية فيتجهون إلى بغداد بدلا منها فبدأ يفيق من السباة العميق الذي أصابه في السنوات السابقة وبدأ يستنفر الناس لملاقات التتار في أربيل إذا وصلوا إليها وأعلنت حالة الاستنفار العام في كل المدن العراقية وبدأ جيش الخلافة العباسية في التجهز ترى كم من الرجال استطاع الخليفة أن يجمع لقد جمع الخليفة العباسية الناصر لدين الله ثمانمائة رجل فقط نعم ثمانمائة رجل فقط ولا أدري كيف سينصر الخليفة دين الله كما يوحي بذلك اسمه بثمانمائة رجل أين الجيش القوي وأين الحماية للخلافة وأين التربية العسكرية وأين الروح الجهادية لم يكن الناصر لدين الله خليفة وإنما كان صورة خليفة أو شبح خليفة ولم يستطع قائد الجيش مظفر الدين طبعا أن يلتقي بالتتار بهذا العدد الهزيل ولكن انسحب بالجيش ومع ذلك سبحان الله فقد شعر التتار أن هذه قدعة وأن هذه هي مقدمة العسكر فليس من المعقول أن جيش الخلافة العباسية المرهوبة لا يزيد عن ثمانمائة جندي فقط ولذلك قرروا تجنب المعركة وانسحبوا بجيوشهم وانسحاب جيوش التتار يحتاج منا إلى وقفة وتحليل فقد كان الرو يملأ التتار من إمكانيات الخلافة العباسية التي كانت ملء سمع وبصر الدنيا وكانت تزهو على غيرها من الأمم بتاريخ طويل وأمجاد عظيمة ولا شك أن دولة لقيطة مثل دولة التتار ليس لها على وجه الأرض إلا بضع سنوات ستحسب ألف حساب ستحسب ألف حساب لدولة هائلة يمتد تاريخها إلى أكثر من خمسمائة سنة ولذا فالتتار كانوا يقدرون إمكانيات العراق بأكثر من الحقيقة بكثير ومن ثم فقد آثروا أن لا يدخلوا مع الخلافة في صدام مباشر واستبدلوا بذلك ما يعرف بحرب الاستنزاف وذلك عن طريق توجيه ضربات خاطفة موجعة للعراق وعن طريق الحصار الطويل المستمر وأيضا عن طريق عقد الأحلاف والاتفاقيات مع الدول والإمارات المجاورة لتسهيل الحرب ضد العراق في الوقت المناسب لذلك فقد انسحب التتار بإرادتهم ليطول بذلك عمر العراق عدة سنوات أخرى ثم اتجهوا لاجتياح همدان وأردويل وهما من مدن إيران حاليا وقد حاسر التتار همدان ثم دار القتال بعد ذلك مع أهلها بعد أن انقطع عنهم الطعام ووقعت مقتلة عظيمة في الطرفين لكن في النهاية انتصر التتار واجتاحوا البلد وسفكوا دماء أهلها وأحرقوا ديارها ثم تجاوزوها إلى أردويل فملكوها وقتلوا من فيها وخربوا وأحرقوا واتجه التتار إلى تبريس المدينة الإيرانية الكبيرة وكان التتار قد رضوا سابقا بالمال والثياب والدواب من صاحبها المخمور أزبك بن البهلوان ولم يدخلوها لأنهم جاءوا إليها في شتاء القارص أما الآن وقد تحسن الجو وصفات السماء فلا مانع من خيانة العهود ونقد المواثيق ولكنهم في طريقهم إلى تبريس علموا بأمر قد جد على هذه البلدة لقد رحل عنها صاحبها المخمور أزبك بن البهلوان وتولى قيادة البلاد رجل جديد هو شمس الدين الطغرائي وكان رجلا مجاهدا يفقه دينه ودنياه فقام رحمه الله وحميس الناس على الجهاد وعلى إعداد القوة وقوى قلوبهم على الانتناع وحذرهم عقبة التخاذل والتواني وعلمهم ما عرفوه نظرية ولم يطبقوه عمليا في حياتهم على الإطلاق علمهم أن الإنسان لا يموت قبل معاده أبدا وأن رزقه وأجله قد قتبا له قبل أن يولد وأن المسلمين مهما تنازلوا للتتار فلن يتركوهم إلا إذا احتمى المسلمون وراء سيوفهم ودروعهم أما بغير قوة فلن يحمى حق على وجه الأرض وتحركت الحمية في قلوب أهل تبريس وقاموا مع قائدهم البار يحصنون بلدهم ويصلحون الأسوار ويوسعون في الخندق ويجهزون السلاح ويضعون المتاريس ويرتبون صفوف لقد تجهز القوم وللمرة الأولى منذ زمن للجهاد وسمع التتار بأمر المدينة وبحالة الإعصيان المدني فيها وبحالة النفير العام سمعوا بدعوة الجهاد والتجهز للقتال سمع التتار بكل ذلك فماذا فعلوا؟ قد يعتقد بعد القراء أن التتار قد غضبوا وأرعدوا وأزبدوا وغلت الدماء في عروقهم وعلت أصواتهم وجمعوا جيوشهم وعزموا على استئصال المدينة المتهورة أبدا إن كل ذلك لم يحدث لقد أخذ التتار قرارا عجيبا لقد قرروا عدم التعرض لتبريز وعدم الدخول في قتال مع قوم قد رفعوا راية الجهاد في سبيل الله لقد ألقى الله الرعب في قلوب التتار على كثرتهم من أهل تبريز على قلتهم لقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر وكذلك ينصر بالرعب كل من سار على طريقه صلى الله عليه وسلم لقد فعل الجهاد فعله المتوقع بل إن القوم لم يجاهدوا ولكنهم فقط عقدوا الني الصادقة وأعدوا الإعداد المستطاع فتحقق الوعد الرباني وهو وقوع الرهبة في قلوب أعداء الأمة وهذا درس لا ينسى وقال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوات ومن رباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفق في شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم فكانت هذه صورة مشرقة في وسط هذا الركام المظلم ورحم الله شمس الدين الطغرائي الذي جدد الدين في هذه المدينة المسلمة تبريز ثم توجه التتار لاجتياح بلقان وهي من مدن إيران حالية وللأسف فإنها لم تفعل مثل ما فعل تبريز ودخل التتار البلدة في رمضان 618 حجرية ووضعوا فيها السيف فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة حتى إنهم كما يقول ابن الأثير كانوا يشقون بطون الحبالة ويقتلون الأجنة وكانوا يرتكبون الفاحش مع النساء ثم يقتلون هن ولما فرغوا من البشر في المدينة نهبوا وخربوا وأحرقوا كعادتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وسار التتار إلى مدينة كنجا المسلمة وفعل أهلها مثل ما فعل أهل تبريز وفعل التتار معهم مثل ما فعلوا مع أهل تبريز لقد أعلن أهل كنجا الجهاد وأعدوا العدة المستطاعة فما دخل التتاري واحد مدينتهم بل تركوها إلى غيرها وليس من قبيل المصادفة أن البلاد التي رفعت راية الجهاد وعدت له هي بلاد التي هي البلاد التي لم يجرؤ التتار على غزوها ليس هذا من قبيل المصادفة أبدا إنها سنة من سنن الله عز وجل ولو فعل ذلك كل مدن المسلمين ما استطاعت تتار ولا غيرهم أن يطأوا بأقدامهم النجسة أرض المسلمين لقد حافظ المسلمون على هذه البلاد سنوات وسنوات لا بكثرة الأعداد ولا بالاتفاقيات والمعاهدات إنما حافظوا عليها بجهاد صادق ودماء زكية وقلوب طاهرة مخلصة وسنة الله لا خلف لها إنما الذين يخالفون هم العباد والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون واتجه التتار لاجتياح تاغستان والشيشان وتقعان في شمال أذربيجان على الساحل بحر قزوين من ناحية البحر الغربية وهما من البلاد المسلمة الواقعة تحت الاحتلال الروسي الآن وقد قام التتار كعادتهم بتدمير كل شيء في هذه البلاد وقتل معطم من وجدوه في طريقهم وكانت أشد المدن معاناة من التتار هي مدينة شماخ المسلمة في داغستان الآن واستمر التتار في صعودهم فاتجاه الشمال وبعد الانتهاء من الشيشان وصلوا إلى حوض نهر الفلج الروسي واستمروا في قتال أهل هذه المناطق وكانوا جميعا من النصارى وأذخنوا فيهم القتل وارتكبوا معهم من الفضائع ما كانوا يرتكبونه مع المسلمين وبذلك انتهت سنة 618 هجرية وقد وصل التتار إلى أرض الروس وأصبحت كل البلاد ما بين شرق الصين وجنوب غرب روسيا ملكا لهم وبهذا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة التتار وإن شاء الله أستكمل معكم باقي السلسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته